المكان ده اخر مرة كالت فيه كان من 10 سنين فقررت اروح اجربه واشوفه وصل لفين الناس اللي بتحب تمشيات روكسي هتلاقي في اول شرع دمشي محل اسمه زيزو بيعمل كشري وفطاير وحاجات تانية كتير فرحت جبت اكتر من حاجة فخلينا بس نعمل لايك وشير ونبدأ بالحوادق الاول وبعد كده نسيب الحلو في الاخر المكان ده اصلا بتاع كشري بس النهار ده اول مرة هجرب الكشري لان دايما كنت بطل في فطيرة كده سايبها الاخر الفيديو دي علبة كشري اسمها زيزو بعشرين جنيه بصه هو التغليف متواضع شوية كيس فيه الصلصة والدقة بس السعر والكمية كويسين بدأت باعمل ميكس الكشري كده فحطيت كل حاجة على بعضها ونقلب وندوق الكشري طعمه حلو وميكس ونسب الحاجات مع بعض كويسة بس كبه كل محلات الكشري العطس الاصفر مش موجود والرز قليل شوية مجملا الكشري طعمه حلو والكمية كمان مناسبة للسعر تاني حاجة طلبتها فطيرة سجوء وسط ب85 جنيه الفطيرة كان طعمها حلو ميكس الجبن اللي جواها متواضع شوية هو طعمه شغال بس مفوش شد ولا جذب ولا الحاجات اللي بتعجيب الجمهور دي بدبلت السجوء هادية بس الفطيرة كان طعمها هادئ شوية في الاخر اكتشفت انه من الزيتون الاخضر ده اللي كان محدق الفطيرة كمان كمية السجوء كانت قليلة نسبيا لكن غير كده هي شغالة مش احسن حاجة بس شغالة نخش بعد كده على حواوشي عندهم اسمه حواوشي بي زون هو ب35 جنيه ومش عيش بلدي وكده لا هي عجيمة الفطير بيعمل بها الشكل ده بس طعمها جامد جدا طعم اللحمة المفرومة كان حلو قوي مع الفلفل الاخضر وكمية وكل حاجة كان طالع السخن كمان فالحواوشي ده مختلف شوية عن محلات الحواوشي بس فعلا ده ارشحولك وانا مستريح خصوصا كمان على سعره نخش في الحلو طلبت رز بلبن عشان مع الكشري اكيد فطلبته رز بلبن لوتس ب25 جنيه هو في معلقة لوتس من فوق وانا شفت برطمان اللوتس عنده وهو بيحط منه طعم الرز بلبن حلو بس حسيت سعر شوية عالي فلو رحت تاني هجيب رز بلبن عادي يعني مش حوار ب7 جنيه او ب12 جنيه جبت فطرتين حلو واحدة منهم كانت سكرية بتبقى سكر ومسقية لبن ودي كانت ب20 جنيه تغليف برضو زي ما ملاحظين هو طعمها كان حلو كفطير بس حسيتها نقص لبن كتير بقى يعني محتاجة تتخدم شوية في موضوع اللبن ده لكن غير كده فهي لزيزة ودي بقى الفطيرة اللي جين لها مخصوص فطيرة كاستر وسط كان سعرها 33 جنيه هي زي الاولانية بس محشيها كاستر من جوه فالطعم فارق كمان حبيت ان طعم الكاستر مفوش سكر كتير وحشوها بصراحة كان كتير فالفطيرة دي حلوة برضو وممكن ارشحها لك بكل سهولة كمان الفطير بتاعهم بيبقى خفيف شوية فدي حاجة انا بحبها عشان ما بتتقلش كده بعد الاكل ساعات كتير بيبقى عندك اماكن لها زكرة حلوة مع الاكل فيها فبتحب تروحها كل شوية زيزو من الاماكن دي بالنسبالي فاكتبوا لي ايه المكان اللي زي ده بالنسبالكم وممكن تمنشونوا صحابكم عادي ملخص التجربة بقى هو محل كشري قديم جدا وهيعرفوه ناس مصر جديدة فاتح من 1962 تقريبا عادته من جوه قاعدت محل كشري عادي من خبط واتنين ورد واربعة اسطورة لكن بيعمل اكل حلو كميات معقولة باسعار تعتبر كويسة كمان بالنسبة للمنطق اللي هو فيها دلوقتي لو هرتب بقى الحاجات اللي عجبتني هناك او هرشحالكم هتبقى اول حاجة الحواوشي جامد جدا وبعد كده فطرتي الكاسترد وتالت حاجة هتبقى الكشري طعم حلو جدا بالنسبة للسعر والكمية وبعد كده فطرتي السكرية واخر حاجة هتبقى فطرتي السجوء عشان نقطة الزيتون الاخضر بس فياريت لو ليك تجربة مع المكان تكتبها لنا في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وشير لو حبيتش تريقة حاجة من على نون ممكن تدخل البروم كوز دي هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك شكرا جدا لكم سلام